بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين جلالة سيدنا باسم كل شركائنا في رؤية التحديث الاقتصادي في خارطة تحديث القطاع العام في مسارات التحديث المختلفة التي يقودها جلالة سيدنا ويعطده فيها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم نشكرك سيدنا بأنك شرفت هذه الندوة وهذه الجلسة التي حقيقة تأتي في سياق توجيهات جلالة سيدنا بضرورة إجراء المراجعات الدورية للتقييم والمتابعة بشفافية للإنجاز وأيضاً للمعيقات والتحديات التي قد تواجه المسيرة بشكل عام وتذليل الصعوبات إن وجدت عبر نهج تشاركي تصب إليه دوماً أنت جلالة سيدنا مع جميع الشركاء جلالة سيدنا بالأمس واليوم هذه النخبة عقدت 17 جلسة متخصصة ضمن المحاور المختلفة لرؤية التحديث الاقتصادي ولخارطة تحديث القطاع العام فضلاً عن مواءمة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع رؤية التحديث الاقتصادي بشكل أساسي بالإضافة إلى الجلسة الاستتاحية والجلسة الختامية وجلال سيدنا بحضور أيضاً العديد من الشركاء والضيوف الدوليين الذين أشكرهم على الوقت الذي كرسوه للحضور معنا والمشاركة والاطلاع على ما تم إنجازه خلال العام الأول من وضع رؤية التحديث الاقتصادي خارطة تحديث القطاع العام موضع التنفيذ وأطلاق البرامج التنفيذية الخاصة برؤية التحديث الاقتصادي وبخارطة تحديث القطاع العام وخصوصاً البرنامج التنفيذي الأول للرؤية ولخارطة تحديث القطاع العام وحقيقةً جرى سيدنا البرنامج التنفيذي الأول أساسي لأنه يضع الدعائم التي تبنى عليها البرامج التنفيذية على امتداد مسيرة وثيقة التحديث الاقتصادي ورؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام بالأمس جلالة سيدنا استعرضنا أين نحن وما الذي تحقق وحقيقة جلالة سيدنا حرصا على الوقت إن أذنت لجلالة سيدنا أن أشدد على أننا سنستمر ووفق هدي توجيه جلالة سيدنا بالعمل على تحفيز النشاط والنمو الاقتصادي جلالة سيدنا نحن في الربع الأول من هذا العام حققنا نمو اقتصادي يبلغ 2.8 بالمئة باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة من عام 2010 وحتى الآن نجد بأنه نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء سنة واحدة وهي سنة 2014 اللي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4 النمو الاقتصادي المقارن ما بين هذا العام والعام الماضي نحن هذا العام 2.8 بالمئة العام لنفس الفترة كان 2.6 بالمئة ونسعى لأن نصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3 بالمئة حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025 وأن نرفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4000 دينار أردني وسنسعى ونستمر بتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذب الاستثمار أمس جلال سيدنا استعرضنا الإطار التشريعي العام الضابط الذي أسسنا له لكي نطلق ونمكن البيئة العامة من أن تكون بيئة تشجع الاستثمار لأنه أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وفرضياتها التي هي فرضيات فيها تحدي وصعبة ونحن بإذن الله قد التحدي جلال سيدنا الاستثمار نأمل بأن يصل بنهاية البرنامج التنفيذي المستهدف برقم مليار دينار أردني بنهاية عام 2025 ومن هنا جاءت استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023-2026 التي أقررتها الحكومة الشهر الماضي وأيضا نطمح ونعمل على أن نكون مركز إقليمي للصناعات بمنتجات مميزة وذات قيمة عالية ونسعى ونعمل على زيادة صادراتنا إلى الإسواق الإقليمية والعالمية المختلفة لتصل إلى حوالي 9700 مليون دينار أردني بحلول عام 2025 وتحقيقا لهذه الغاية أقررنا استراتيجية وطنية للتصدير العوام 2023-2025 والتي تستهدف أن نزيد هذه الصادرات بواقع 5% ونسعى أيضا سيدنا بأن نحقق المزيد من التمييز في إطار مشتهدفات الرؤية في قطاع الخدمات الخدمية ونهدف إلى زيادة صادراتنا منها إلى الأسواق المحلية والأسواق العالمية والإقليمية وفي هذا السياق لابد أن أؤشر على أهمية ما أنجزناه بتوجيه من زلال جلال سيدنا وإشراف من سيدي صاحب السمو الملكي السمو وري العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في إطلاق خدمات الجيل الخامس لأن هذا ممكن أساسي لتحقيق هذه المستهدفات مثلما تبنينا استراتيجية لتطوير التجارة الإلكترونية نهدف معها إلى أن نزيد من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية بواقع 12% نستمر جلال سيدنا بالعمل على ميزة يتمتع به الأردن حبان به الله سبحانه وتعالى بأن نرسخ المكانة مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية من خلال تطوير المنتج السياحي ودعم المبادرات الإبداعية وترويج مواقع تصوير الأفلام لينعكس أيضا ذلك على المجتمع المحلي من خلال إيجاد فرص عمل في هذه القطاعات الإبداعية لهذه المجتمعات المحلية وليس أدل على الأثر الإيجابي جلال سيدنا لهذه الصناعات الإبداعية وانعكاسها على توظيف المجتمع المحلي ورفع كفاءة المشتغلين بهذه الصناعات من كيف أصبح وادي رم على سبيل المثال مقصد لهذه الصناعات الإبداعية وتصوير الأفلام وإنتاجها ونعمل على أن يزداد الدخل السياحي والدخل السياحي مؤشراته هذا العام أعلى بكثير سيدنا حتى من سنة الأساس الفضلة التي كانت عام 2019 وسنستمر بالعمل على إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات وظائف المستقبل ولهذا السبب تبنت الحكومة جلال سيدنا استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للعوام 23-27 لأن هذا مجال أساسي لرفع الكفاءات والكفايات ولنستطيع أن نهيئ شاباتنا وشبابنا إلى أن تكون بيدهم وسائل وأدوات تحكمها متطلبات سوق العمل بشكل أساسي بدلا من الخوض في تخصصات راكدة ولتواكب أيضا هذه الاستراتيجية ثورة المعلومات والتحول الرقمي والتوظيف الضروري للذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لنزود شبابنا وشاباتنا بالمهارات اللازمة لهم ليس فقط ليكونوا مطلوبين في سوق العمل الوطني وإنما أيضا المحلي والإقريمي والتدريب الذي ينتهي بتوفير نوافة تشغيلية لهؤلاء الشباب ونؤكد سيدنا على أهمية استدامة استخدام الموارد الطبيعية في الأردن نؤمن بأننا نسير على الطريق الصحيح في هذا الصدد وأقرت حكومتكم الاستراتيجية الوطنية أيضا لقطاع المياه التي تركز على الإدارة المتكاملة لموارد المياه تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي ونستمر في التعامل مع تحديات التغير المناخي وتبنينا السياسة الوطنية للتغير المناخي للعوام 2250 التي تهدف بالنتيجة سيدنا إلى أن نصل إلى هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 31% بحلول عام 2030 وجلال سيدنا للتحدي نتعامل مع تحديين أساسيين موجودين في المملكة الاردنية الفقر والبطالة جلال سيدنا وأنت توجهنا دائما إلى أن نتعامل مع هذين التحديين المتلازمين ونركز على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية كما أسلفت وموائمتها مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وحدثت جلسة أو جلسات للعصف الفكري في هذا الصدد وتتم حاليا موائمة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لنعظم الفائدة ونقلل من بعض الآثار السلبية التي قد ترتبها تنفيذ بعض محاور رؤية التحديث الاقتصادي على حزم الأمان الاجتماعي من خلال زيادة هذه الحزم وأيضا من خلال تبني مقاربات واستراتيجيات تؤهل من يستفيد من برامج الحماية الاجتماعية لينتهي بهم العمل إلى تشغيل ومهارة تمكنهم من التخرج والخروج من برامج الحماية الاجتماعية سيدنا نسعى أيضا إلى تعزيز مشاركة المرأة ولهذا السبب تبنينا العديد من التشريعات الممكنة للمرأة لتدخل في سوق العمل استنادا إلى الكفاءات المميزة الموجودة لدى نسائنا في المملكة الأردنية الهاشمية ونسعى إلى مضاعفة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في الدورة الاقتصادية بحلول العام 2033 في التحديث الإداري جلال سيدنا حققنا الكثير من المنجزات وتبنينا البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام في هذا الصدد قمنا بأتمنى تأتمتت العديد من الخدمات وإنشأنا مراكز للخدمات الشاملة في مركزين في المقابلين في مطار الملكة علي الدولي سيكون هناك أيضا خمس مراكز لهذه الخدمات الشاملة في محافظات جنوب المملكة وفي جرش وفي إربد ونعمل على أن تكون هناك مراكز شاملة في كل المحافظات بعد ذلك تباعا بواقع مركز واحد للخدمات الشاملة على الأقل في كل محافظة من محافظات المملكة الأردنية الهاشمية يقدم هذه الخدمة الشاملة تطبيق سنة جلال السيدنا ارتفع التصنيف من 1.8 إلى 4.5 على المؤشرات المعتمدة في التقييم اليوم لدينا تفعيل لحوالي لمئات الألاف من الهويات الرقمية ونسعى بحلول هذا العام إلى أن نصل إلى تفعيل مليون هوية رقمية بحيث يستطيع المواسطة أن يصل إلى بوابات الخدمات الإلكترونية الحكومية من أي مكان باستخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية ووصلنا لغاية الآن الحمد لله إلى نصف هذا الرقم المستهدف ونعمل الآن بجد على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار جلال سيدنا لأنها مطلوبة للاعتبارات المتعلقة بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومعالجة مشكلتين الفقر والبطالة ولأننا بحاجة إلى كوادر لتجري التقييمات ودراسات الجدول المطلوبة في هذا الصدد ونحن في أيضا المراحل النهائية جلال سيدنا لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة التربية والموارد البشرية وهذا ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية بكاملها وتسير بالتوازي مع برنامج إصلاح قطاع التعليم الشامل الذي يبدأ بمراحل الروضة ثم تعليم المدارس ثم بالفصل الذي نعمل عليه والذي تشرفنا بأن قدمنا إلى جلال سيدنا عروض بشأنه وقدمت عروض من وزير التربية والتعليم بشأنه خلال أعمال هذا الملتقى ثم أيضا التعليم الجامعي والابتعاد عن التخصصات الراكدة والانتقال إلى التخصصات المهنية والتقنية فضلا عن التخصصات الأكاديمية غير الراكدة والتي توفر آفاق وفرص أكبر للتوظيف والتشغيل لشاباتنا وشبابنا المبدعين هذا العام جلال سيدنا سينتهي قبول أي طلبات في مخزون ديوان الخدمة المدنية وسينتهي عمل الديوان بشكل ووضعه الحالي في إطار إصلاح القطاع العام لتحل محله هيئة للخدمة المدنية والإدارة العامة وهذه الهيئة من المتصور أن تكون مطلع العام المقبل هيئة رقبية تنظيمية للموارد البشرية وسيصبح التعيين لا مركزي الوزارات تعين موظفينها الهيئة تثبت من اعتبارات الحوكمة والكفاية والجدارة والاستحقاق لمن يعين لا مركزيا من قبل الوزارات أيضا جلال سيدنا اعتبارا من بداية العام أربعين بالمئة من التعيين سيتم عبر التنافس من خارج المخزون إلى أن نصل بعد ثلاث سنوات إلى التخلص من المخزون بالكامل وإلى أن يكون التعيين التخلص من المخزون عبر توظيف منهم في المخزون في دوائر حكومية ستين لأربعين في العام الأول وهكذا تباعا مع ارتفاع هذه النسبة وأيضا جلال سيدنا لازلنا نعمل على هيكلة الهيئات المستقلة وتبنينا استراتيجية الموارد البشرية تسعى إلى تطوير العنصر البشري وتوفير البيئة الممكنة له ونعمل الآن على تطوير نظام جديد للموارد البشرية سيطبق على من يعين بعد 1.1.24 هذا النظام يتبنى الممارسات المماثلة له في القطاع الخاص ويعتمد بشكل أساسي فيه التعيين والاستقطاب على الكفاءة والجدارة والاستحقاق الموظفين الحاليين لا مساسة بحقوقهم ولكن يجري العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية المطبق لتطور آليات التقييم وآليات الترقية والمكافآت مع المحافظة على هذه الحقوق المكتسبة وبدأنا أيضا سيدنا العمل على ترسيخ الثقافة المؤسسية التي تحفز على الإنتاج والابتكار والإبداع والعمل ضمن روح الفريق الواحد اللقاء الذي تم أمس جلالة سيدنا واليوم يؤكد على وجود النهج الذي تدعو إليه دائما بالتشارك ويسعى إلى ترجمة رؤى جلالة سيدنا في التحديث بمساراته الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري وهي مسارات متماسكة ومترابطة ويعتمد كل مسار من هذه المسارات إلى حد كبير على المسار الآخر ليحمله توجه جلالة سيدنا أنت دائما على أهمية التواصل والشفافية وفي هذا الملتقى أطلقنا بالأمس نظام إلكتروني للمتابعة والإنجاز داشبورد هذا النظام متاح للجمهور العام جلالة سيدنا ليتابع ويطلع على سير العمل المتعلق برؤية التحديث الاقتصادي على الأولويات على خط سير المشاريع على أي تأخير على أسباب التأخير على أين نحن في كل قطاع من قطاعات رؤية التحديث الاقتصادي هذا جلالة سيدنا لم يحصل في السابق هذه المرة الأولى التي يكون لدينا فيها هذا النظام للتتبع بمؤشرات إذاء بمؤشرات مخاطر بتعثر بنجاح في إطار هذه الشفافية المطلوبة ليعلم الجميع أين نسير ولنتلقى دوما التغذية الراجعة والتفاعل الذي تطلب وتنشد جلالة سيدنا لأنه هو ما ينتج لنا بالنتيجة الأهداف المتوخة والتي توجهنا دائما لها نحو العمل على تحسين أوضاع ومعيشة المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية جلالة سيدنا إن أذنت لي أن أتقدم حقيقة من مقامك بالشكر لأنك تدفع الحكومة دوما على التفاعل في إطار الروح التشاركية مع القطاع الخاص القطاع الخاص جلالة سيدنا بتعريفات هذه الحكومة هو شريك أساسي في حمل أمانة المسؤولية الوطنية وفي حمل مسارات التحديث وتنفيذ مسارات التحديث بشقيها الاقتصادي والإداري نحن ملتزمون بأن يكون دائما لدينا أطر من الحوار التفاعلي مع شركائنا في تحقيق مستهدفات خارطة تحديث القطاع العام لنصل إلى قطاع عام يكون محور عمله وهدفه تقديم الخدمة المميزة للمواطن وأيضا لنصل إلى تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بما يعود بالنفع على مواطننا كما تصب إليه دوما جلال سيدنا وإن أذنت لجلال سيدنا أن يقدم شبابنا عرض عن الداشبورد عن نظام التتبع وعن نظام المتابعة والذي حقيقة سيدنا صمم بأيدي وعقول أردنية خالصة عبر نخبة من شبابنا وشاباتنا الموجودين في رئاسة الوزراء وفي وحدة متابعة الإداء الموجودة في رئاسة الوزراء واليوم لدينا علاوة على هذه الوحدة جلال سيدنا عشرين وحدة في وزارات مختلفة وجهات مختلفة لها دور طليعي وأساسي في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام أنا جلال سيدنا وقت نفسي لأنه أنا إذا باستمر بالحديث باخد دوري دور غيلي جلال سيدنا شرفتنا ونور البحر الميت بوجود جلال سيدنا وأحييته بحضورك سامي وألف شكر جلال سيدنا شكرا